اشتركوا في القناة وهي رؤية الزواج في المنام من امرأة مطلقة او امرأة ارملة او حتى لو رأت المرأة المطلقة او الارملة انها تزوجت هذا هو اللقاء فالزواج عموما نحن نعلم ان الزواج في المنام رؤية محمودة لكن هذه الرؤية غير محمودة وهي رؤية ان رجلا رأى انه تزوج من ارملة كبيرة في السن هذه الرؤية تدل على الفقر والاحتياج سبحان الله العظيم يعني لما نجي المصر للرؤية نجد ان معناها في الواقع موجود هي اصلا المرأة المرأة الكبيرة الارملة في السن هي اساسا لا تصلح في الزواج في الحقيقة وكذلك في الحلم ولذلك الرؤية معناها غير محمود وهو الفقر والاحتياج طيب رؤية خطوبة الارملة رجل رأى انه يخطب ارملة كبيرة في السن برضو نفس الكلام خلي بالكوا ان قبل ما اكمل الرؤية ان فيه ارامل بيبقوا صغيرين في السن اللي زوجها بيموت بعد سنة او اثنين او ثلاثة الكلام مش ليها الكلام للارملة التي تخطى سن السبعين والثمانين والتسعين التي هي في الحقيقة لا تصلح اصلا للزواج فرؤية خطوبة الارملة الخطوبة نفسها ايضا تدل على الاخفاقات والفشل في بعض امور الحياة فعلشان برضو محدش ياخد علينا الكلام بكرة للمرة التانية في ارامل صغار في السن الكلام مش ليهم رؤية الارملة انها هي التي تزوجت بقى رؤيتين اللي فاتوا خطوبة او زواج للارملة الكبيرة في السن التي لا تصلح للزواج في الحقيقة اصلا تخطط السن اما رؤية الارملة انها تزوجت في المنام هذه رؤية محمودة زي ما انا قلت في البداية ان رؤية الزواج ان الشخص يشوف نفسه بيتزوج حتى لو ارملة كبيرة في السن الرؤية محمودة تدل على الاخبار السارة ولو انها تصلح للزواج فان الرؤية تدل على انها سوف تتزوج زواج جديد بعد موت زوجها رؤية المرأة الارملة انها عروس في فرح لبسة فستان الزفاف واعتف الفرح هذه الرؤية تدل على الاستقرار الاسري لها ان شاء الله الكلام بالنسبة للارملة كده انتهى ندخل على المرأة المطلقة الرؤيتين الاولانيين دولة ممكن يتماشوا مع المرأة المطلقة ومش عايز اخوض في الكلام ده او اتوسع فيه لان انا هعمل لقاء عن المطلقة فقط فدعونا من الكلام عن المطلقة في الرؤيتين الاولانيين رؤية المطلقة ان هي شافت ان هي بتتزوج هذه الرؤية لها ثلاثة معاني لو ان المرأة المطلقة لان شغلها الشاغل بعد الطلاق انها ترجع لزوجها انها عايزة تجوز لو انها تفكر في الامري في الحقيقة والموضوع مركز معاها وبتفكر فيه كتير فنامت فشافت انها بتتزوج ده له حلم من الشيطان ولاه رؤية من الله وانما هي حديث نفس لان العقل الباطن هو اللي اشتغل معاها طيب هي مطلقة نعم لكنها يعني سبحان الله تفكر في الامر والامر ليس لها على بال وفجأة رأت في المنام انها تزوجت لا هنا بقى رؤية بقى عشان بس تفرقوا ما بين الرؤية وحديث النفس طيب معنى ايه ان المرأة المطلقة رأت في المنام انها تزوجت والامر ليس لها على بال يعني ما بتفكرش فيه لها معنى اثنين اما تحسين المعيشة والرغط في الحياة واما زواج جديد من رجل جديد وليس رجوع للطريق دي معنى رؤية ان المرأة المطلقة رأت انها تزوجت في المنام طهلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته